رحب الأردن بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإناطة مسؤولية تقديم المساعدات إلى مخيم الركبان قرب الحدود الشمالية بالدولة السورية معتبرا هذا القرار متفقا وموقف الأردن الذي يعتبر أن مسؤولية تقديم المساعدات للنازحين في المخيم هي مسؤولية سوريا والمجتمع الدولي وكان المجلس أعرب في قراره الذي حمل الرقم 2401 عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية للنازحين السوريين في مخيم الركبان مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات من سوريا إلى المخيم وكذلك الحاجة إلى حل دائم لأحوال نازحيه بعد أكثر من 15 يوما من المفاوضات للحصول على موافقة روسيا حليفة دمشق تبنى مجلس الأمن قرارا حول سوريا طالب فيه جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في عموم البلاد بما فيها الغطة الشرقية وذلك لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق الأمين العام للأمم المتحدة رحب بهذا القرار وشدد على ضرورة تنفيذه بشكل فوري ويطالب النص الذي عدل عدة مرات كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية في أسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية من أجل هدنة إنسانية دائمة وذلك بهدف إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند أثنين من جدول الأعمال القرار الدولي يشمل استثناءات من وقف إطلاق النار للمعارك ضد عصابة داعش الإرهابية والقاعدة وبطلب من موسكو تشمل أيضا أفراد ومجموعات وكيانات ومتعاونين مع القاعدة وداعش وكذلك مجموعات إرهابية أخرى محددة من قبل مجلس الأمن الدولي ترحيب من قبل الغرب بهذا القرار الذي صدر أخيرا وحراك دبلوماسي لضمان تطبيقه من قبل قادة أوروبي حيث يجري الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي للحظ على تنفيذ القرار ووضع خريطة الطريق السياسية المطلوبة لتحقيق سلام دائم في سوريا